بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشبتر الثالث في السكشن نامبر تو بعنوان equilibrium of rigid bodies في جزئها الثاني عشر نشوف إن شاء الله مع بعض equilibrium of rigid body in two dimensions يعني التوازن بالنسبة لجسم الصلب في ثنائي الأبعاد واستاتيكلي اندي تيرمينيت رياكشنز أيضا بالنسبة لهذا الجزء طبعا بالنسبة للتوازن الجسم الصلب في ثنائي الأبعاد دايما عشان تكتب التوازن لازم تكتب مجموع الفورسز بتساوي سفر ومجموع المومنت حول أي نقطة من نقاط السيستم بتساوي سفر ودائما الدوران عكس عقارب الساعة بيكون موجب فلو أخذت السيستم هذا مثلا عليه قوة متبقة S و Q و P في النقاط التالية زي ما أشرنا على الرسمة طبعا أول شيء هنا بتعمل إسقاطات للقوة المائلة مكوناتها باتجاه الـ X و Y بتحصل على الرسمة التالية وبضع الوزن دايما في مركز الرسمة أو مركز السيستم وهنا طالما عندي رولر يعني رح يكون في ردة فعل عمودية على اتجاه الحركة هنا وهنا عندي Pinned Support فبالتالي ما رح تكون عندي أي حركة وتتسبب في ردةين فعل AX و AY وهنا بسميها مثلا ردة الفعل B عشان أجد الأشياء المجهولة هذه لازم أكتب معادلات التوازن مجموعة الفرسز بتساوي 0 مجموعة المومنت حول أي نقطة من نقاط السيستم بتساوي 0 طبعا هنا بالنسبة لي مجموعة الفرسز ما عنديش أي قوة هنا باتجاه الزد اللي هو المحور اللي بيكون عمودي على البلين هذا فباتجاه الزد ما عنديش أنا أي قوة في اتجاه الزد لو هذا مثلا أعتبر وهو الـ Y وهذا الـ X وهذا في ثلاثة الأبعاد هو المحور زد فبالنسبة لزد الفرس بتساوي 0 والمومنت حول المحور X والمحور Y أيضا 0 فالمومنت الوحيد رح يكون فيه دوران حول هذا المحور X فأي قوة من هنا رح تدور زي ما تشوفوا هنا حول المحور Z فالمومنت تكون حول المحور Z إكويشنس أوف أكيليبروم رح تعطيني نحين مجموعة الفرسز باتجاه الـ X بتساوي 0 مجموعة الفرسز باتجاه الـ Y بتساوي 0 ومجموع المومنت حول النقطة A أو تقدر تختار أيضا B أو D أو أي مكان آخر عشان تكتب مجموع المومنت بتساوي 0 لكن أنصحكم دايما بتختار فيه الـ Reactions عشان يلغي لك أكبر عدد ممكن من المجاهيل The three equations can be solved for no more than three unknowns يعني أنا لو عندي ثلاث أشياء مجهولة رح أحلهم بثلاث equations يعني ثلاث معادلات هذه بتعطيني ثلاث أشياء مجهولة يعني هنا عموما هم بتحل بواسطتهم الـ A X والـ A Y والـ B طبعا رح نستعمل ثلاث equations زي ما شفنا هنا مجموعة الفرسز باتجاه الـ X بتساوي 0 مجموع المومنت حول النقطة A بتساوي 0 ومجموع المومنت حول النقطة B بتساوي 0 أو تقدر أيضا تعوض حكاية مجموع المومنت حول النقطة A بمجموع الفرسز باتجاه الـ Y فهنا أقدر أكتب ثلاث equations وبالتالي أحل ثلاث unknowns بنمر الآن إلى Stratically Undeterminate Reactions يعني ردات الفعل اللي ما بنقدر نحددها عن طريق كتاب حالات التوازن مجموعة الفرسز باتجاه الـ X بتساوي 0 مجموعة الفرسز باتجاه الـ Y بتساوي 0 ومجموع المومنت حول النقطة من نقاط C-Ports بتساوي 0 فهذه رح نسميهم Stratically Undeterminate ما نقدر نحددها بـ Stratica طبعا هنا في الحالة الأولى عندي 2 C-Ports Pined C-Ports رح تتسبب في أربع ردات فعل فكم عندي عدد الأنونس؟ أربعة كم إكويشن أقدر أكتبها؟ ثلاثة أربعة أكبر من ثلاثة فهنا بنسميها Stratically Undeterminate وفي هذه الحالة بالرغم من أنه System تاعي Stable ثابت ما ينهار بالنسبة إلي ما أقدرش أحلها بمجموع الفرسز بتساوي 0 باتجاه الـ X ومجموع الفرسز باتجاه الـ Y بتساوي 0 ومجموع المومنت حول النقطة A أو B بتساوي 0 فهذه هي ثلاثة معادلات اللي أقدر أكتبها مقدرش طبعا أحل بها المسألة هذه فأسميها Stratically Undeterminate أمر الآن إلى الحالة الثانية زي ما نشوفه هنا عندي رولرز ردت فاعل هنا وردت فاعل هنا ردات الفاعل بتكون دايما عمودية على اتجاه الحركة اللي هو في هذا الاتجاه فطبعا ردتين فاعل يعني 2 unknowns هنا كم إكويشن أقدر أكتب؟ أقدر أكتب دايما ثلاثة إكويشنز فبالرغم من أنه عدد المجهول أو المجهيل هنا أقل من عدد الإكويشنز بما أنه السيستم إز أنستيبل فمقدرش أصمم بالطريقة هذه هذه طريقة خاطئة غير ثابتة تنهار وغير مسموح بها في التصميم الهندسي الحالة الثالثة عدد ال unknowns كم؟ عندي ثلاث رولرز يعني ردت فاعل أولى والثانية والثالثة عندي ثلاث unknowns كم الإكويشنز عندي أيضا ثلاثة إكويشنز لكن مقدرش أحل المسألة متاعي بالطريقة هذه لأنه أصلا السيستم هذا is unstable أيضا وهو غير ثابت وبالتالي غير مسموح لك بالتصميم أيضا بالطريقة هذه بعرل الرغم بأنه عدد المجهول بساوي عدد المعادلات فكل الحالة هذه بنسميها statically undeterminate cases ترجمة نانسي قنقر